يبدو أن الأوضاع في إيران وصلت إلى طريق مزدود بعد العاصفة السياسية والاقتصادية التي ضربت النظام والتي أثارت مزيدا من السخط الشعبي العارم ضد نظام ولاية الفقه مجلة فورين أفرز الأمريكية سلطت في تقرير لها الضوى على تزايد حالة الضعف في مفاصل النظام الإيراني لسيما بعد أن شكل وباء كورونا عبءا إضافيا يضاف إلى طوابير المشاكل والأزمات التي تعصف بالنظام والتي تفاقمت بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي ثم التظاهرات الشعبية العارمة وصولا إلى مقتل سليمانيو وكارثة الحرس الثوري بإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية قرب مطار الخميني في طهران إلا أن أخطر ما يرعب النظام الإيراني وفق فورين أفرز هو التحطم حاجز الخوف الشعبي من بطش النظام إذ أصبح الإيرانيون اليوم أكثر استعدادا لمواجهة آلته القمعية فالإيرانيون بحسب المجلة الأمريكية باتوا أكثر تقبلا لفكرة نظام حكم بديل عن نظام ولاية الفقية وهو الحلم الذي عبرت عنه صراحة الثورة العارمة التي انطلقت في العام 2009 والتي عرفت بالحركة الخضراء والتي بطش بها النظام إلا أن جذوتها ما زالت متوقدة تتحين الفرص للانطلاق من جديد وبالفعل شكلت التظاهرات التي انطلقت في 22 من العام الماضي تهديدا جديا للنظام باعتبارها ثورة الطبقتين الكادحة والفقيرة في المجتمع الإيراني حيث قتل في هذه التظاهرات نحو 1500 متظاهر برصاص الأمن الإيراني سياسة النظام الإيراني التقليدية في تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج لم تعد تجدوى في ضوء الانهيار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وانخفاض صادرات النفط جراء العقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا الذي ألقى بدوره حزم ضوء جديدة على تآكل النظام من الداخل والتي لم يعد بإمكان جعجعاته الإعلامية وشعاراته المستهلكة سترى هذا التآكل والاهتراء